كلنا نعلم أن قراءة الحزب بداع ولكن نريد من سماحتكم أن تقولوا لنا من أحيى هذه البداع في المغرب وهل هناك كتب تتحدث عن مزهية الحزب بالتفصيل ومن أحيىها ومعروف هذا في طريق المغرب أنها على عدد البداع اخترعها وابتدأها المهدي بن تومارس إذا قد عرف المهدي بن تومارس سمعته؟ هذا واحد الدجار واحد السحار ممسخ هو اللي أسس دولات الموحيدين ولم يزنتي مراه منها يعني ما قامت الدولة إلا بعد وفتين وهو مدفون في دين ملن وحل قرية كتبعد عن مراكز وعمية كيلونات تبعد المركز دينو هو عبد الحق هذا عبد المؤمن جاء الله عبد المؤمن هذا المجريب هو اللي عمل أصباح أولي الله الحام ومدنين ثلاثة آر جمعة رواية الحديث ربما مبدأها هو ولكن استقرت في أي من العلوية وهو اللي عمل الحزم وربما كان عندهم شي شبهاء أو شي دليل عن هذا الخلفا من مجرد الملكية وعندهم تعلمون أن الموحيدين ما كانوا يلتزمون بمذهب ماليك كان عندهم مذهب وماذا يقولوا طاهر إياه ويقولوا كده المهم أن هذه المسألة التي تكلم عليها أبو إسحب الشاطبي في كتاب الاعتصال هذا بتكلم عليها على هذه المسألة هذه وقال المهدي بن تبه فارجعوا فهذا الخريب لأهد الأماني